موسيقى مشاهدينا من الفقرات السابتة لانتو تعودتو عليا ضمن برنامج مونيك توك نهار السابت انا ومايا لأول مرة نستضيفها سيم دبوس اللي بتقدم لكم فقرة بات بس اليوم رح تقدمنا بات مميز اتساقيني بيج بس منو بيج انو منو خير نزيل هو قريب على الهامستر مع شوية قرنب شوية سيري خابرينا هاي جورج هاي مايا هاي بسيم كيفيك؟ طميم وشوها المقدمة الحلوية تانكي لقلكون يعني بدقلك شغلة يا قناك تبتابعك من خلف الشاشة اليوم اتعرفت عليك لنا الشرف وانا نفس الشي لقلك هلأ شفنا الانجي تبعيتك والطاقة كلها اللي بتجنن شفناها هلأ لايف بتجنن شكرا خابرينا شو البات اللي معاك بالفعل اليوم موضوعنا شو هو الجيني بيج وشو يلي بيميزه ويخليه يكون الحيوان المثالي للمبتدئين وللعيال يلي مع اطفال مشاهدينا منشوف سوا صباح الخير من جديد لكل المشاهدين يلي عم بتابعونا وأكيد يلي انضموا لقلنا ببرنامج مولنك تاك على الال بي سي اي متل ما عودناكم منطلع عليكم سنة اسبوعيا وتحديدا كلهر ثابت بفاقرة باتس معي انا سيم لنحكي عن كل شي خاصه بالحيوانات واليوم ازلتهيت مشاهدينا ونسيت حالي بكون من ورا هالمهضوم الصغير يلي معي اللي اجا هو الستار اليوم على الشاشة مش انا شو هو الجيني بيج قبل ما ننتقل وخبركم شوي عنه بدي اقلكن ليش اخترت انه احكي عن الجيني بيج اليوم اخترت احكي عنه لانه في كتير اشخاص مبتدئين اوعيال مع اطفال وحابين كتير يقتنوا حيوان اليف ويفوتوه على البيت خاصة الاهل يلي ما عندهم خبرة بالحيوانات ولكن بدهم يعرفوا ولادهم على عالم الحيوانات ليه لانه تبرهن علميا صرنا نعرف انه الحيوان بحسن حياتنا نحنا كانسان على الصعيد العقلي النفسة الجسدة واكتر وبعلم الطفل التعاطف المسئولية وحتى بيسمح للطفل يلي عنده صعوبة اللي يعبر عن حاله انه يتواصل بشكل سليم ويصير واحد من افراد المجتمع بشكل سليم اكتر فكرمل هيكي بيجوا الاهل بقولولي هون بيكونوا بعد ما قالولي بروحوا بيغلطوا وبيكون معنا الخبرة وبيجيبوا كلب مثلا على البيت بتقوم لقيامي عندنا اولاد وعنا كلب وخاصة بابي صغير تقول بتقوم لقيامي ما منعرف انه هيدا بده اهتمام هو مسئولية ورعاية وكمان يعني بيصير بقى تكاليف عنده فشو انا هون لقلكم اكيد ما تتعجلوا وتجيبوا كلب لا اذا انتم متدقين ومعانتكم بعد خبرة انا هون لقلكم فينا نبلش اكيد نعرف اولادنا على عالم الحيوانات ونبلش بشي مهدوم مثل جيني بيجي اللي عم نشوفه اليوم على الشاشة ورح نبلش بالصور ونحكي عنه شوي بشكل عام للجيني بيجي بيقولولي يا سيم شو هيدا هيدا كلب هيدا بسينة هيدا هيدا ارنا بيقولولن هيدا فصيلته مختلفة عن كلياتن هيدا من فصيلة القوارد رودنس يعني مثل الهمستر مثل الفارة ولكن اكبر من الهمستر بيختلف عن طبع الهمستر بكتير والفارة وكريميل هيك هو بيكون بات مناسب كتير لقلكم بعيش 8 ستين تقريبا فلا الاشخاص يلي بده عندهم التزام لها الفترة لانه بتعرفه وبيصير روح بيصير عندنا التزام لقلهم ما فينا نجيبهم كبه برا هيدا واحد من افراد العائلة فالفترة هي 8 سنين بيعيش هو بيوصل وزنه لـ 1.2 كيلو تقريبا يعني هيدا بعده صغير بعده ببال اللي شايفينه بيصير حجمه قد هيدا بمرتان تقريبا فهيدا يتوقعوا انه بيصير قد الاكواريوم كله اوكي هيدا بيصير حجمه الكامل هيدا بعده بايبي وكمان واول صورة اللي منشوفها هي هو بلش مصدره بامريكا جنوبية يلا لمحبيه التاريخ والجغرافيا اللي بيعرفوا ان وين بلش بامريكا جنوبية تحديدا هو فيجيتارين بياكل خضرة وشو بدنا نحكي عنه يعني سرق الاضواء كله هلأ بديخبركم شوي عن الاهتمام فيه ننتقل للصورة اللي بعده ومنبلش بديدلكون شوي لانه ملنا بتعرفوا اذا جبنية بيصير بنا نهتم فيه انا حاستو حيدلو مكمل الجزراء وعلى اصبعي رح تلاقوني شوي صرخت صوت عم بيعددلو عم بيعدد اصبعي يلا احنا بلشنا الاكل طبعه منجيبوه من البتشوب خصوصا عنده اكل لقلو متل ما شايفين بالصورة هو عبارة عن اعشاب مكبوسة بعضة بنسموهم بلتز منجيبوه من البتشوب وفيهم زيادة فيتامين سي لانه هو بيحتاج لفيتامين سي واذا مننتقل للصورة اللي بعده منشوف كمان انه بياكل نوع عشاب اسمه انتميثي هاي كمان لازم نأمن له هالعشبة لانه بيعطوه الفيتامينات الخاصة فيه واذا مننتقل للصورة اللي بعده منشوف انه المي لازم نأمن له اياها بنخلال اضطارة بالصورة اللي بعده لانه ما بيعرف يشرب هو بصحن عادة لازم نأمن له اضطارة مثل الارانب والاخرهي فهيدا اكيد بدنا نكون مأمنين لانه مينموم مينموم الاكل والشرب واذا انتقلنا للصورة اللي بعدها لها المهدوم بلي بنشوف انه كمان بياكل خضرة وفواكة على انواعها اوكي بس احنا ما فينا بس نتكل على الخضرة الوفواكة لانه بيضل فينا قصة الفيتامين سي كرميل هيك كمان لازم نجيب له الاكل من البتشوب واذا انتقلنا للصورة اللي بعدها منشوف في اشيه ممنوعة كمان مثلا اذا ما فينا نعطيه شوكولاد الشوكولاد بيسممه ما فينا نعطى سكر ما فينا حتى افوكادو على فكرة ما فينا نعطيه هلا مننتقل لبيته كيف فينا عنده قفص خصوصي لقالله مثل ما شايفين بالصورة بس ما من Lautه برا تحت الشمس المباشرة عليه ما منتحطه او بالبيت اذا فيه دراكت سانلايت ما منحطه بالدراكت سانلايت ما منحطه بالفاي وعنده قفص له خصوصي اذا منتقل مثل قفص تعلع صفير بالعلو لا هو بيروح بالعارض لأنه ما بيعاربش ما بينطنيت هو بس بده تحت يكون عنده مسافة والأرضية طب عنده الأكل والشرب والحشيشي مثل ما شايفينها والأرضية طبعيته إذا ننتقل للصورة اللي بعدها هي بتكون معمولة من خشب نشارة مثلاً أو يعني فيه ناس بحبوا نشارها لأنه متواجدة كتير أو إذا ننتقل للصورة اللي بعدها فيه عنده كميل أرضية من ورق هذا خيار للكون بس علينا أنه نغيرها كل كم يوم الأكيد وننتقل للصورة اللي بعدها لنشوف سوا كيف بدنا نهتم بالجرومينج والتحميم الجيني بيجلز فيه ما بدهم ما ضروري نحممه فينا نحممه مرة أو مرتين بالسنة نحنا بحال وصح حاله كتير بس ما بيحاجة أنه نحممه لأنه إذا بتطلعوا مرات على عينه بتلاقوا فيه سائل أبيض بينزل من عينه ما تخافوا هيدا منه التهاب منه مرض منه شي هيدا عبارة عن صابون لأله بينظف جسمه فيه يعني هو بيفرز هيدا السائل وبيحمم حاله بهيدا الصابون يعني شي روعة بيهتم بنفسه فما بيعوز وإذا كتير توسخ فينا نضفه بالوات وايبس يلي ما عندهم ريحة وننتقل للصورة اللي بعدها منشوف الجرومينج التمشيط هلأ في منهم بيجوا شعرهم قصير فرون قصير ما بدهم تمشيط بس إذا فرون كان طويل حلو حتى كأكسبرينس لقلنا نعمل بوندينج معه نظهره ونمشطه يعني هو بينبسطه نحنا منبسط شي مرتين ثلاثة بالأسبوع خلصنا من الجرومينج والتحميم ننتقل للصورة اللي بعدها لنشوف شو هي النقطة الثانية وهي الاهتمام بالصحته هل هو بيعوز طبيب بيطري بيقولولي أنه أكيد بده طعومة بده شرب الدود ولا أنا هون لقلكن أنه ما بده شرب الدود ما بده طعومة كتير هاي اهتمام فيه صحيا بس علينا أنه لما نجيبه أو مرة بالسنة ناخده عند الفات ليه لأنه الطبيب البيطري بيعمل له تشاكب بيشوف إذا كله منيح وبيتأكد أنه صحته منيحة بيقصله هو ضافيره لأنه مرات نحنا منخاف نقصله ضافيره وكمان فيه شغلة هلأ منحكي عنه بعد شوي سنانه بس هلأ مننتقل للصورة اللي بعدها وبيدي أحكي عن نوعه يه في كتير أنواع مثل الكلاب والبسينات في كيف البسينات في سياميز في برجن الكلاب في هاسكي في جيرمان شابرد كمان هاي دالجينيب فيك أدمنه مهضوب في عنده كمان بريد بيجي أبيسينيا هماليا بس أنا هلأ ما رح أحكيكم بالكبريد بالتفاصيل رح أقول أنه في عنده كذا نوع فرو فيه عندنا الفرو الطويل الفرو القصير الفرو النص نص حتى في منهم بيجوا إذا بتشوفوا بالصورة الهيرلس يعني بدون فرو كلية يعني كتير كتير مهضومين مثل اللي بسينا اللي ما عندها فرو وآخر واحد بنشوفه بالصورة هو الساطان بيجي فرو الساطان يعني عم بيلمي على التلميع يعني هيدا إذا متضايقين وعندكم بعد دي للراحة النفسية بتجوا بتملحسوله بتلاقوا أنه كل استرس راح عندكم بالفعل يعني هو بيمبست فيكن وانتو بتنبسته فيه وهلأ مشاهدينا بننتقل للصورة اللي بعدها لنحكي شوي عن طبعه للجيني بيج كيف طبعه للجيني بيج؟ طبعه هو الأشياء الشغلة يلي أكتر شي خليتنا أحكي عنا اليوم للمبتدئين لأشخاص يلي عن أطفال أنه هو كتير كتير لطيف ما بيعد هاي دي أهم ميزة عنده أنا لقلي خاصة اللي عنده أولاد بالبيت وبيحطوا إيدهم عنده مثلا هامستر معقولي عد لأنه تريطوريو يحافظ على مكانه بس هاي دا ما بيعد لطيف هاي دا اجتماعي بيحب يتفاعل معكن فينا نظهروا نلعبوا بيحب بيرد على اسمه بيسمع صوتنا بيعرف صوتنا ولك جرسة بتاعفوا ليه بيجرسني أنا لأنه مثلا بيكون خية جاية وعالساكت ما بده حدا يعرف أنه إجا على البيت بيبلش يعيط لنا خي وخلاص في دي حزار عرفنا أنه في حدا نفات على البيت بيلعب دول ألارم سوما في حدا بقى يمرو بيخبرنا أنه إجا حدا وبعيط لنا بعيط لنا نتعوا لعبوا معي تعوا لعبوا معي فليزم نظهروا نلعبوا أكيد وعفكرة بايدو وي فيه شغلة مهمة لأقولها أنه هاي دا منه البيت ما فيه عيش فيه نحن هاي دا بس كوسيلة تنقل كلمة البربس طبعا لنقدر نشوفه اليوم على هو بس هو أكيد لازم يكون عنده قفص مثل ما شفنا قبل هاي دا ما فيه عيش فيه هاي دا بس للتنقل على الأكيد هلأ منتقل للصورة لبعضها ومنشوف أنه لايكوا مع الولاد كتير لطيف وكتير قدمة أنا بسميه قدمة لأنه ما بيغدرنا وما بيعضنا فأكيد حتى الولاد اللي عندهم صعوبة تعبير مثل اللي عندهم توحد وحتى مع الباتس كتير منيح ومع الولاد كتير كتير بيخليون يتفاعلوا هلأ ومثل ما شايفين مع الباتس بيجنن مننتقل للصورة اللي بعدها لنشوف بشكل عام حكينا عن الفت أنه لازم نهتم فيه ليش وإذا انتقلنا للصورة اللي بعدها منشوف أنه في عنده سنين وبيضلهم يطولوا لما سنين بيضلهم يطولوا يطولوا بيقتلوا بيخنقوا فأنا ما بحبها الكلمة بس بالفعل يعني إذا لأنهم متير طوال هو الطبيب البيطري بيبردهم أوكي أولا مننتقل للصورة اللي بعدها ومنشوف أنه بنعطيه أشياء بيعليكة لما يعليكها كمان بيردهم هو لحاله وهل هو بيؤدي لأمراض لألنا شخصيا هو لا ما عنده أمراض بس هو منه هيبو ألرجانيك يعني إذا حدا عنده حساسية من الهامستر أكيد رح يكون عنده حساسية من الجيني بيج بس إذا عنده حساسية للبسين ما ضرور يكون عنده لازم يجرب بس هو منه هيبو ألرجانيك سوالي عنده حساسية بده ينتبه هيدا بتاخدنا للصورة اللي بعدها لليوم وشكله لك والله خلص الجزرة آه هنا عم نحكي عن الحساسيات بالفعل ننتبه معقول يعملنا حساسية لألنا بس علينا أنه نجرب نمالحظه نشوف إذا طلع لنا أحمر إذا عنا صعوب التنفس وبننتقل هلأ للصورة اللي بعدها يلي هي آخر صورة لليوم هيدا شي اسمه بوب كورنينج بيعمل بوب كورنينج يعني بينوط مثل بوب كورن لما يكون مبسوط في قادم من هالشي بيكون مبسوط بتلاقيه وعم تنطيت مثل بوب كورن هلأ الله يستر هون ينط ويهرب بالستوديو بتلاقي ما بعرف مين راكد وراه شكله بعده رايق مبسوط مشغول بالجزرة فهيك مشاهدينا منكون وصلنا لختام فكرت بيتس لليوم أنا بتمنى أن تكونوا استمتعتوا معي اليوم واستفدتوا أكيد وموعدنا السبت الجاي انتروني لمواضيع أكتر وأكتر وأكيد ما تنسوا تتابعوني عبر مواقع السوشيال ميديا على انستغرام فيسبوك وحتى يوتيوب لكل أسئلتكن نحنا موجودين هون لنجاوبكم أكيد انتروني لأسبوع الجاي اشتركوا في القناة